السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه طريقة تسميد النبتات المزروعة في الأحواض في الحقيقة أنت لا تحتاج إلى استخدام أسمداء خاصة وكل ما تحتاجه هو سماد عضوي بقري رخيص الثمن طبعا نحفر حفرة دائرية بهذه الطريقة حول ساق النبتة ثم نأتي بالأسمداء العضوية المعالجة والمخمرة ما هو السماد المخمر؟ السماد المخمر هو روث الحيوانات المعالج الذي تم وضعه في الماء لمدة سبعة أيام ثم غمنا بعصره وتصفيته واستخراج المحلول منه لتسميد نبتاتنا الأخرى وتبقى هذا الروث نقوم باستخدام هذا الروث في عمليات التسميد الأخرى وفي تفكيك التربة نخلط هذا السماد مع نفس التربة التي استخرجناها من حوض النبتة بمقدار 50% سماد و50% تربة طبعا هذا السماد المخمر يكون بارد جدا أي أن نسبة الأملاح فيه منخفضة بالتالي لا يؤذي المجموع الجذري للنبتة نقوم الآن بدفن الحفرة ونشاهد الآن وضع النبتة بعد مضيه شهرا كاملا نلاحظ أن النمو في ازدياد الأزهار تساقطت بشكل طبيعي لانتهاء عمرها ونبتة أزهار جديدة وهي على وشك التفتح أيضا الأفرع الجانبية نموها في ازدياد وكل هذا نتيجة التسميد الصحيح نشاهد الآن وضع النبتة بعد مضيه شهر ونصف طبعا عملية التسميد هذه تتم في فصل الخريف وفي فصل الربيع فقط هذا وأتمنى الاستفادة من هذا التصوير والسلام عليكم